اشتركوا في القناة معاً للخير بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم معاً للخير هي مبادرة خالصة اطلقها قسم الطوعين في الهال الأحمر القطري يستهدف 23 ألف عامل ضمن مجموعة من الشركات التي تم اختيارها والهدف منها طبعاً توعيتهم وتثقيفهم من خلال هذا البرنامج نعم بسعد اخترت انتو البرنامج يستهدف 23 ألف عامل مثل ما ذكرت وانقلت اختارناها من عدة شركات على أي أساس تم اختيارها هو الاختيار تم بناء على احنا كهلال أحمد ديم نطلق مجموعة من المبادرات والبرامج نعرضها على الشركات في الدولة على الشركات سواء كانت من وزارات من شركات عاملة فشركة شفرون في لبس اختاروا هذا البرنامج والتركيز كان على عندنا العمال اللي شغل فيه لجنة العمال المشاريع والإرث وسباير زون القرية التراثية في الواقرة النادي الأهلي أيضاً كثير مناطقنا فيها عمال منطقة السلطة اللي فيها مقارنها الأحمن الغطري هذول يعني احنا دورنا لاهتمام بهم توزيع بعض الواجبات عليهم أدوات النظافة الصحية رسالة بسيطة يقدمها للأحمر تجاه هذه الفئة يعني أنتو البرنامج هذا يعني يصب على الاهتمام وتثقيف هذه الفئة بالأعمال لأن في نهاية الأمر نرجع للمثل الدرهم وقاية خير من قطار العلاج فدائما أنت اليوم المتوعي الشخص وتنبه سواء في القيادة تنبه سائقين في كل المكان عندما تدخل أي مجال مجالات توعية الناس تثقيفهم لكن بسعدها أتكلم عن العمال نفسه أنت توعيهم في أيش في مثلا في طريقة النظافة الشخصية في طريقة الأكل في طريقة لا الأكل هذه نحن كرسالة شكرا توزيع الوجبات والأكل ليس غضياتنا لكن تثقيف الصحي لهم توعيتهم لكي لا يتجنبون لا قدر الله بعض الأمراض الانتقالية كيف يكونه على وعي كيف يتعامل مع أي نوع من الأمراض يتعرض لها العام أيضا هم شريحة جدا مهمة في مستمعنا حاليا وخاصة مع التطور التي تشهد البلاد لأنهم أيضا لهم يد في هذا التطور عمل المباني وغيرها صحيح من المهم جدا توعيتهم أيضا تقديم الخدمات لهم كجزء لرد الشكر لهم لكن لو نتكلم أيضا إلى جانب الاهتمام بهم والعناية بهم شنو أهدافكم من وراء هذا البرنامج نحن اليوم الحمد لله الله يحفظ ويضطر وليغير عين شاء الله عدد الشركات والعمل في وثيرة صاعدية أنا أقول لك القمسيون الطبي اللي يشرف عليها الأحمر فقط يومين خمسمائة حالة كقمسيون معناتنا عدد الأعمال الداخلين عدد كبير تزال الخدمات عندك استيعابها يعني يعني بالقدر اللي ممكن من غير ما يكون تعاون بين الجهات كلها بتشكل ضغط على الخدمات الصحية عندك لذلك أنت تعيهم هذه الفئة حتى يعني بقدر ما أنا أكون على دراية كيف أتعامل في إضافة الصحية في أمراض لما يكون معي شخص يعني أو أنا تعبان كيف أحاول أيضا ما أنقل عدوها للناس معي هي الهدف الرئيسي نبي نقول لهم شكرا لأن تشوفتها عنا وتركوا بلادينهم وأهلهم وجاي يشتغل عندك فأنت كيف تشكر الإنسان هذا من خلال اهتمامك به وهذا الحمد لله يعني هذا من ضبع أهلين من زمان توعيته وتثقيفه مثل ما ذكرت اهتمام حتى من قبل اهتمام بالناس اللي معانا اهتم فيهم فما بالك واحد ترك بلاده وجاك بالجانب الآخر أيضا يعني حتى في رسالة الإسلام لما يشوف المسلمين يهتمون فيه إذا كان غير مسلم كانك تدعوه للإسلام صح صحيح وغير هذا بسعد يعني يمكن يرد بالفايدة على المجتمع على قطر يأسرل لما أنت تقل توعيه وتثقفه تخفف من الضغط على خدماتك خدماتك من التنشار الأمراض هو نفسيا لما يشوف أنهتم فيه يرتاح يعطي من قلبه شغل أكثر لأن الناس مهتمة فيه يعني اليوم يعني شخص في أي مكان يشوفه لو بس تستم في وجهك ترتاح نعم ثم بايك يهتم فيك وقالك يا أخي تنتبه ترى أمامك كذا لا أقدر أو شيء ينبهك نعم كلها يعني رسالة سامية أولا صورة كل شخص كطرين تعطيه اهتمام هذا يمكن ما تعامل مع الناس الكطرين تعامل مع فئة معينة فأنت يوم تنقل له هذه الرسالة تنقل رسالة أنك كطرية تنقل رسالة عن دينك وأيضا تنقل رسالة عن بلدك فأعتقد هذا شيء جميل ومن أهدئبكم جدا سامية أسأل الله يوفقكم في تهخيرهم نعم مساعدة ونتكلم عن أن البرنامج مرة ثانية يعني أرد نتكلم في البرنامج هو عبارة عن ثلاث مراحل نعم ونتكلم عن كل مرحلة إذا أمكن بالتفصيل البرنامج الله يسلم كنه أستاذ المستمعين بدأ في نص الشهر هذا نصة نعش الحمد لله غطينا تقريبا 40% من البرنامج المرحلة الأولى هي توزيع أدوات النظاف الصحية الشخصية طبعا توزيع بعض الوجبات هذا المرحلة الأولى غطينا فيها تقريبا 10.000 عامل المرحلة تم تبدأ إن شاء الله من تاريخ واحد بإذن الله أيضا رح تغطي 10.000 عامل والمرحلة الثالثة 3.000 عامل في 15.000 نعم أنتم مزين المراحل على حسب الرقم المستهدف الرقم 23.000 عامل 23.000 طاقة المتطوعين اللي عندي في هذا البرنامج أيضا لهم طاقة معيز فإحنا ركزنا نقسمها على كل مرحلة 15 يوم حتى ننتهي منها إن شاء الله على البرنامج جميل جميل إحنا نركز الآن على المتطوعين يعني كان قبل فترة يوم التطوع العالمي إحنا الحمد لله قاعد نشوف المتطوعين بشكل كبير من شبابنا قاعد يتطوعون العمل التطوعي عمل سامي يعني الأمانة لو نتكلم الآن عن دور المتطوعين وأهمية شراكهم في مثل هذا البرنامج أنا ودي قبل كل شيء أقول لهم شكرا استهلوا هذا الفريق الصراحة يعني هم مثل جديد مجهول اللي يعني بعد الله سبحانه وتعالى وأيضا كمسؤولين في الهال الأحمر نضع برنامج نوافق عليه برنامج ما ينجح إلا كانتك فريق يعني يدعمك وتعتمد عليه متفاني الحقيقة يعني هم ما شاء الله كأسماء أنا شخصيا ما تحضرن الأسماء الآن أنها قسم طبعي ما شاء الله أعدات كبيرة فيه فالمجوعة اللي كانت مشتركة بيكون لهم تكريم بالله إن شاء الله إن شاء الله فهم ما شاء الله يعني اجتهادهم في تطبيق خطط البرنامج لإستطاق خلق 15 يوم يغطلون 10.000 عام رغم مش بسيط الحمد لله يعني يعجز الثان عن شكرهم فبعد فضل الله يعني يقدموا شيء طيب صراحة ونتأمن منهم أيضا أكثر وعندهم أكثر واليوم نحن في قطر كلنا منطوعين في الخلال ما في شخص يعني ما عنده قابل أو استطاع أو رغبة أن يتطوع لكل لها رغبة بس أنا أقول أخذ الطريق ويبدأ إن شاء الله تعالوا من خلال برنامج أيضا ندعو الناس اللي وده يتطوع في الخلال عندنا برامج جدا طموحة على المستوى الشخصي على المستوى الأسري دورات الأسعاف عندنا دورات دار الكوارد مخيم دار الكوارد كل سنة يقام هذه كلها مجالات الهلال عند الله يقدمها للناس حتى يستفيدون منها وفي نهاية لأمت الصب في مصطر في مصطر قطر نعم مثل ما ذكرتم التطوعين يستهلون الشكر والثناء ولكن أنا متأكد أنه جاي متطوع ما يبي لا حمد ولا شكر يبي الأجر لا يشكر للناس لكنه كشخص ما يبغي أن ينذكر اسمه يبغي هذا خالص لوجه الله والله يجعله إن شاء الله في ميزان وحسناتهم يا رب العالمين خطتكم أو هذه البرنامج التي تطبقتها على ثلاث مراحل استهداف 23 ألف عامل هل من خطط لتنفيذ برامج أخرى مع العمالة في المستقبل نعم معا للخير إن شاء الله تعالى جوادة النجاح رحمك الله أخر مرة بوادر النجاح في البرنامج الحمد لله ظاهر ومن بينه لذاك نطمح لأن هذا البرنامج يستمر لكن كهلال أحمر قطري بالتعاون مع المجلس على الصحة نحن طبقنا برنامج قاية من فترة وهذا البرنامج استهدف فيه تقريبا قرابة 21 ألف عامل موزعين على عدد المراكز يوميا لهذا الأحمر الغطري في مراكز عندنا مراكز صحي تابعه الهلال الحمر نستقبل 2100 حالة في ذكرية تقريبا 100 حالة عندي الصناعية تقريبا 850 لـ 900 حالة استقبل يوميا هذول ما يزول المركز كمريض فقط لا هو يزول المركز أول شي عنده شاشات تعرض دائما طرق النظاف الصحي والوقاية عنده منصقات موجودة عندنا بروشيرات بعدة لغات أيضا توزع عليهم أنا اليوم أنتيسر لي أنبه هذا الشخص لكيفية المحافظة على صحته قاعد أخفف من الضغط على الخدمات عندنا فهي هذه الرسالة كهلال أحمق أننا نساهم في توعية هذه الفئة وبالأخص فئة لا تحصل لها قدر من التعليم فاضطرتهم ظروف الحياة أن يكون عامل ويعمل فأنت لما تتوقف معه وتساعده بيستفيد بيفيدك وأيضا بكرة رجع بلاده بيشكر أنه راح أو وصل لبلاد رجع منها بشيء مفيد له ما رجع فقط قضية اليوم هو يبحث عن رزق لكن تصور رزق وثقافة هذه الحمد لله من الرسائل الأحمق الغطري الذي يحرص عليها وأعتقد أبو سعد من أحد رسائلكم التي هي توصيل المعاملة الحسنة لهذا الشخص وأيضا تقديم له شيء يفرح فيه أيضا هذه رسالة كل شخص أنه يكمل هذه الرسالة من بعد هذا البرنامج أي شخص في الشارع يمكن عن طريق أشياء بسيطة تقديم غرشة ماء أو شيء للعامل في الشارع أو إذا ما تقدر تقدم له مجرد طريقة معاملتك مع معاملة حسنة السلام يكفيه أعتقد هذا شيء يكفيه بتسامة صحب يكفيه ويمكن يسعده نبي منك كل ما أخيرة وساعة توجهها للمتطوعين والقائمين على هذا البرنامج والغير المتطوعين للمشاهدين كلهم يطوع نعم أول شيء كلنا متطوعين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أي فرصان إن شاء الله نبادر يعني هي رسالة شكر لقسم المتطوعين في الهال الأحمر الغطري وبالأخص فريق المتطوعين ككل في الهال الأحمر الغطري يعني إحنا عندنا ما شاء الله عدد كبير المتطوعين في الهال الأحمر وهذا يعني ما أقول النخبع لكن فريق أيضا كان له دور كبير في هذا البرنامج فإحنا نشكرهم الشكر للجزير ونسأل الله سبحانه وتعالى أنهم يعني من أحسن إلى أحسن إن شاء الله تعالى ونيتوفقهم في هذا البرنامج وغيره ونيعود بهذا بالنفع أيضا على مجتمعنا إن شاء الله تعالى إن شاء الله جزام الله خير وأيضا يعني ما يسألنا أيضا أشكر غانت الرئيان وبرنامج ترح في أحدنا على اهتمامكم وعلى إبراز دور الهلال الأحمر الغطري في مجتمعنا وإحنا كلنا بسعدة نكمل بعض يعني أنا أوجه الرسالة لإخواني المشاهدين من خلال هذا البرنامج أنتم قاعدين تطبقون ممكن أي شخص يشوفنا الحين يقدر يطبقه أنا أقدم مثلا مثل ما قال أحمد قرشة ماي واجبة بسيطة حتى حق العامل اللي تشوفه كل يوم في شارعك في فريجك يعني تقدر بهذه الطريقة يعني نقوم بنفس دوركم الإحساس سبحان الله أن يبدأ من شخص بالنفس بمبادرة والله إخواني أحساس ما أعلم بالله سبحانه ترتاح كثير لما تقوم وتشوف تسامت الشخص هذا بعد ما قدمت أي خدمة نسأل تغيب الجميع سيد عادل علي الباكر مستشارة شؤون العامل هال أحمر الالكتوري بيضى واجهكم أقصرت نشكر جميع العاملين على هذا البرنامج مترقب منكم المزيد مثل ما عودتونا الله يتكون عافية وشكرا على تلجه شكرا 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 شكرا